تحياتي للجميع معكم أبو ميلاد في فيديو جديد اليوم سوف أقوم بعمل مراجعة لكاميرا كانون 80D قبل البدء أنصحكم أن تشاهدوا صور تجربتي لهذه الكاميرا الرابط في الأسفل والصور بجودة عالية في حسابي في الفلكر شاهدوا الصور لكي تتعرفوا على قوة هذه الكاميرا وأيضا تأخذوا فكرة عن جودة الصور لهذه الكاميرا الكاميرا أتت كتحديث لـ 70D بعد أكثر من ثلاثة سنوات كانون تصدر تحديث لـ 70D وهي 80D من الخارج لا يوجد فرق بين الكاميرتين من ناحية الأقراص الأزرار المبنى الخارجي تقريبا متساوي إلى حد جدا كبير لكن الاختلاف الكبير هو في الداخل فبداية سوف أتحدث بشكل صريح عن مواصفات الكاميرا أيضا خلال الحديث سوف أعرض بعض الصور التي التقاطتها بهذه الكاميرا عمليا الكاميرا هي كروب فريم تأتي بمستشعر بحجم 24 ميجا بيكسل الكاميرا تحوي على منفذ واحد لكوروتي الذاكرة من نوع SD Card حصية الحساس أو المستشعر للضوء تمتد بين 100 ISO إلى 16000 وممكن تضخيم هذه القيمة إلى 25200 ISO السرعة الغالق تمتد بين 30 ثانية إلى 1 على 8000 جزء من الثانية الكاميرا ممكن تصور 7 إطارات الثانية بشكل مستمر هناك فلاش مبني في داخل الكاميرا أيضا هناك منفذ لفلاش خارجي نظام الفوكوس يحوي على 45 نقطة فوكوس هناك شاشة قابلة للحركة والطي بحجم 3 إنش وهي تغطي 100% من ما ترى العدسة أو الكاميرا أحد المميزيات القوية في هذه الكاميرا هو تصوير الفيديو فالكاميرا تصور Full HD 60 إطار في الثانية أيضا سرعة ونظام الفوكوس في الكاميرا والفوكوس المستمر يعاد من أفضل الأنظمة الموجودة في هذه الفئة من الكاميرات فهو جدا جدا ممتاز لمن يريد أن يصور أفلام قصيرة أو أي أفلام لليوتيوب فسلاسة الفوكوس في هذه الكاميرا هي جدا رائعة من ناحية الثانية كنت بتأمل أنه كانون بلش تنطيق إمكانية تصور بحجم 4K فأغلب الكاميرات التي صدرت هذه السنة مثل نايكون D5 أو D500 جميع الكاميرات سوني التي صدرت في آخر سنة تنطيق إمكانية تصوير 4K وهذه الميزة هي ليست جوهرية ولكن هي جدا ممتازة في تصوير الفيديو فحجم 4K ينطيق مجال أوسع ودقة أفضل في المونتاج أيضا كاميرا تحوي على معالج Geek 6 هناك إمكانية الاتصال اللاسلكي واي فاي وأيضا الاتصال عبر تقنية NFC هناك عدة منافذ في الكاميرا منفذ لمايكروفون خارجي سماعات خارجية منفذ لميني HDMI ومنفذ لميني USB طبعا كما ذكرت 8D و70D تتشبهان بشكل كبير من ناحية المظهر الخارجي ولكن هناك فروقات كبيرة في المحتوى الداخلي مستشعر جديد نظام فوكس جديد ومعالج جديد ومن خلال تجربتي لهذه الكاميرا تقنية لشهر الصور التي تنتجها هذه الكاميرا هي جدا رائعة المدى الديناميكي لألوان وعمق الألوان وحدة الألوان هي جدا قوية في آخر ثلاثة سنوات كانون لم تنطي كاميرا قوية لكي تكون منافسة لنايكون أو سوني وتحديدا في حدة الصور فمثلا كاميرات نايكون تمطيك مجال أوسع في ملفات الرو في المعالجة تحديدا عندما يكون هناك ظل في الصورة أو أماكن مضللة فتستطيع استعادة أو استرجاع الأمور التي هي في الظل بشكل أفضل من كاميرات كانون ولكن اليوم كانون بهذه الكاميرا تستطيع أن تنافس بقوة الكاميرا المقابلة لها من نايكون وهي D7200 قم بتجربة الكاميرتين لعدة أسابيع صعب جدا أن تقول من الأفضل هناك أفضلية في العمق الديناميكي لشركة نايكون ولكن في بعض الحالات كاميرا 80D تنطيك حدة صور أفضل أيضا نظام الفوكس هو أفضل فدعنا نقول أن الكاميرتين متساويتين من ناحية القدرة على إنتاج الصور بجودة عالية ولكن في تصوير الفيديو هذه الكاميرا 80D هي أفضل بكثير فهي في تصوير الفيديو تنطيك نظام فوكس جدا رهيب سلس سريع وفعال لا تجو هناك كاميرا في السوق في هذه الفئة تنطيك هذه السرعة في الفوكس وهذه السلاسة في الفوكس وتتبع الهدف مرة أخرى أنصحكم أن تشاهدوا صور تجربتي لهذه الكاميرا وطبعا سيكون هناك سؤال من أفضل نيكون D7200 أو 80D بما أن الفرق في جودة الصور هو جدا قريب ولكن 80D تتفوق بشكل واضح في تصوير الفيديو فأنني أنصح بـ 80D على أن تشتري D7200 طبعا هناك إمكانية أخرى وهي سوني ألفا 6300 هي أيضا تنطيك جود صور جدا رائعة وأيضا هي تنطيك أن تصور بـ 4K السؤال أي كاميرا تشتري دائما أعود للميزانية بما أن الثلاث كاميرات هي في نفس الميزانية أنصحك أن تشتري الكاميرا التي هي أكثر شيوعا في بلدك لأنه إذا كان الأغلبية من حولك بيستعملوا شركة نايكون أو كانون رح تجد عدسات مستعملة وأيضا رح تجد دعم تقني من المجموعة التي تحيط بك فشخصيا أنا أنصح بـ 8D مرة أخرى بسبب أن الكاميرا تتفوق بشكل واضح في تصوير الفيديو فإنني أنصح بهذه الكاميرا وإذا كان تصوير الفيديو ليس مهم لك فإن نايكون D7200 ستكون اختيار جيد وممتاز أيضا نصيت أن أذكر نقطة مهمة سعر الكاميرا هو 1200 في مدينة نيويورك وهو أيضا نفس السعر تقريبا لنايكون D7200 وأيضا سوني ألفا 6300 هو ألف دولار فهي أرخص بقليل فعمليا هذه مراجعة لهذه الكاميرا إذا في أي شخص عن تسؤال بتعلق في هذه الكاميرا ممكن يترك التعليق في أسفل الفيديو أيضا مرة أخرى شاهدوا صور تجربتي لهذه الكاميرا الرابط في الأسفل كما أدعوكم لمشاركة هذا الفيديو مع الجميع وتشجيع الآخرين على الاشتراك في قناتي أيضا نقطة مهمة قبل الانتهاء شرحي لكانون 70D بجزئين هو مناسب لكانون 80D والسبب كما ذكرت أن الأزرار الأقراص والقوائم هي متشابهة تقريبا 99% إذا هناك اختلفات صغيرة سوف أقوم بعمل فيديو تكميلي لهذه الكاميرا ولكن مرة أخرى الجزئين لـ 70D هو مناسب لهذه الكاميرا في النهاية أتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياته أبو ميلاد اشتركوا في القناة